بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لجزء الشير strength of soil النهاردة هنتكلم عن التجربة التانية اللي انت مطالب بيها اللي هي triaxial test او تجربة الضغط السلسي طب ما احنا عملنا تجربة الشير direct shear المرة اللي فاتت وكانت سهلة وما فيش مشكلة فيها ليه بنعمل التجربة دي؟ خلي بالك التجربة بتاعت ال direct shear اولا غير دقيقة غير دقيقة ليه؟ مش مزبوطة ليها عيوب يعني هي طبعا مزيتها النار خيصة وسهلة وسريعة مفيش مشكلة تقدر طلع السيورفين مباشرة يعني لكن مشكلتها الآتي اولا هي لا تمثل الواقع هو ايه هو الواقع؟ الواقع ان انا عندي طربة موجودة هنا كده صح؟ عليها اجهاد هنا واجهاد هنا واجهاد هنا واجهاد هنا من كل حت وما بتنهرش عشان ده الارض العادية لما تيجي تبني البيت بتعمل اجهادات نورمل كده فالطربة تنهر هل ده اللي حصل هناك؟ لا طبعا الحاجة التانية تعال بصي كده انت عندك ادي الطربة هيك بتيجي تقول لها لو سمحتي انهاري عند هذا المستوى مش انت بتقعد تحرك الفك الصفلي ده كده فتنهر كده مين قال لك ان هو ده اضعف مستوى عايزة تربة تنهر ممكن التربة عايزة تنهر كده فما بقيتش بتمثل الواقع بالاضافة ان انت هنا ما بتقسش لو فيه التربة دي فيها مية وفيها ضغط ما مفيش عشان كده بنلجأ لتجربة تراي اكسيال ايه تست طيب تراي اكسيال تست زي ما انت شايف عبارة عن عينة من التربة العينة بتبقى هنا بقى عينة استوانية بالشكل ده ادي العينة الاستوانية بيبقى محضوط عليها وفيه بورس استوان وفيها فلتر بيبر عشان نحافظ على العينة ونبتدي نحط العينة هنا حوالينها حاجة اسمها رابر ممبرين عشان المية بتاعة ضغط الخلية اللي من برا ده ما يخشش فيه التربة ويأثر على ضغط التربة طبعا ده شكل مبسط خالص للتجربة لكن التجربة ايه الجهاز بتاعها كبير وليها شغل كتير قوي يعني طيب ايه اللي بيحصل بعد كده اللي بيحصل ان انت السل دوت او الخلية ديت بتعطم لها بالمية بتملها بالمية من هنا هو مش بتملها بس كمان ده انت بتملاها وبتضغط على التربة بالمية دي بتعمل عليها بيبقى فيه هنا حاجة اسمها زي الكمبريسور الكمبريسور هوى بيضغط مية فالمية بتبتدي تضغط هنا هو تضغط على العينة هنا فبقت التربة بتاعتي هنا عليها ضغط من كل حتة الضغط ده ساعت بيسموه سجما ار سجما سيل ايا كانت يعني طيب وبعدين هل التربة تنهار لا مش هتنهار دي المرحلة الاولينية من التجربة المرحلة التانية ابتدي بقى اضغط على التربة من فوق هنا بحاجة اسمها وفيه طبعا هنا رنج اللود سيل بيقيس اللود اللي انت بتضغط به لحد ما تربط نهار زي ما هي عايزة تنهار في اي مستوى ده ببساطة خالص الفكرة بتاعت التجربة فبيبقى فيه عندي هنا السجما مين الريديال او ساعات بيسموها السجما تلاتة اللي هي السيل بريشر او الريديال ستريسز وبعدين ده من كل ناحية وبعدين بييجي من هنا السجما دي او الديفيتر اللود ده بيطلع منه سجما دي بتساوي الاف على الارية لو جمعت السجما دي فييتر زائد السجما ارضية فبتطلع لي هنا فوق حاجة اسمها سجما واحد يبقى سجما واحد ده بيساوي ايه بيساوي السجما تلاتة او السجما ريديال زائد مين السجما آآ ديفيتر طب وبعدين انا كده ما جبتش لسه اللي انا عايزو اجيبوه ازاي او ادي السجما ايه او ساعات بيسموه اللي هو ايه السجما واحد انا لسه ما جبتش البرامتر بتاعة الصيل اجيبها ازاي بقى البرامتر اقول له هنعرفها في المحاضرة اللي جاية بس قبل ما نروح للمحاضرة اللي جاية عايز اقول ان انت تعمل لي 3 تجارب كل واحدة سجما 3 عمال تغيرها وبالتالي السجما ديفيتر اتغيرت عشان تنهار الطربة وبالتالي سجما 1 اللي هي بتساوي سجما كام 3 زائد سجما ديفيتر اقدر اطلعها ازاي بقى انطلع من دولة الشير برامتر ده اللي هنقوله المرة الجاية ان شاء الله شكرا